مناوريننا النهاردة كابتن علاء تحدي جديد للنادي الأهلي وبالرغم من بعض الغيابات إلى أن الأهلي متعود على الفوز دائما وفي طبعا مجموعة كبيرة من النشئين النهاردة ومجموعة كبيرة من الإصابات غيبين عن النادي الأهلي بسببها إنما برضو الأهلي حيث على الفوز أكيد النهاردة ده أكيد أنه المبدأ واحد مبدأ أنه بتلعبات نقاط تحت أي ظروف في إصابات في غيابات في النهاردة ممكن تلاقي في تشكيل بعض العناصر الجديدة لكن في الآخر ان تلعبات نقاط دي حاجة منتجة دماما من عيمن مغد النظر عن طريق المنافس لكن انت بتلعبات نقاط المنافس النهاردة زي ما تفضلت وقلت في الانتر أنه هو منافس قوي ده مبارات الأهلي وإنبي من زمان جدا مبارات ده فيها ندية فيها قوة كابتن حلم تلوان بيعرف لكن على الجانب الآخر مستر مسلماني النهاردة برضو هاتلي بيشوف حاجات جديدة النهاردة ممكن تلاحة جديدة النهاردة في التشكيل على أساس برضو بيشوف بعض العناصر إنه هو كله مشكلة الوقت يما تشوف التشكيل وكل مشكلته كل ألم حتى من المؤتمر اللي فات الإصابات هو كله ألم والإصابات يعني في ناقص مباراتين إن شاء الله النهاردة وبينامتس وعلى إن شاء الله المورال أهم لكن هو عايز يخلص مباراتين دول مفيش إصابات يعني ده يدي أمنيت الوحيدة مفيش إصابات طبعا النهاردة بيلا بقيتها نقاط تتحقق إن شاء الله النهاردة مع شكل وأداء كويس وهو أكيد النهاردة برضو هتلاقي هو عامل حاجة جديدة ده متوقع على فكرة هو خلاص من مبارات صادقه هو بدأ بهو المسؤول رسمي ما خدش وقت زي ما تفعلنا كلنا في السوديو إن الرفاهية الوقت مش موجودة عندك فهو بسرعة أو بيستحيط هو يعني بيسابق الزمن زي ما بيقوله عايز يوصل للشكل والأداء اللي إن شاء الله يبدأ به مع الودات ترجمة نانسي قنقر